الشخصيات القبيحة اللي الله سبحانه وتعالى من حكمته ابتلى بها البشر الشخصيات النرجسية اللي تجده دائما يرى أنه هو الأفضل وأنه ليس له نظير وأنه ما في أحد على مستواه وأن الناس محظوظين بوجوده وأنه يستحق امتيازات أكثر من غيره وأنه بكثير طبعا وأنه ذو إنجازات وأنه دائما هو الأفضل وأنه ما فوق رازها راز بالعربي ولا يشكر ولا يحمد ولا يثني عليك بل لا يستطيع يثني عليك مهما رأىك تفعل من شيء جيد بل يضايق أن يرى إنسان جيد وهكذا الشخصيات النرجسية هذه نصيحة ليس من الصحيح أن تمدحه وليس من الصحيح أن تتودد إليه كل ما مدحته ليش؟ ليش؟ لأنه كل ما مدحته زاد سوءا ما يبين معينه وكل ما تودت إليه بطيبتك وحسن ذاتك زاد في اللعانة لذلك أفضل تعامل مع إعطاء حجمه بل المحاولة التهميشة من الأخير سحب ترجمة نانسي قلن HERE شكرا